اشتركوا في القناة هناك نوعان من الحاجات اولهما الحاجة المعروفة لدى العميل اي ان العميل يعرف ماذا يريد مثلا رجل يخطط لشراء او استبدال جواله القديم بجوال حديث ذكي يلبي حاجاته التقنية والخدمية وقد يكون محددا لنوع الجهاز الذي يرغب بشرائه اثنان سلوك ما قبل الشراء او البحث هنا العميل يبحث عن افضل طريقة لاشباع الحاجة ومقدار الجهد الذي يبذله في عملية البحث يعتمد على تكاليف المنتج ودرجة تعقيده فكلما زادت درجة تعقيد المنتج وتكاليفه كلما ازدادت عملية البحث وقد يلجأ العميل لعملاء اخرين او اشخاص مؤثرين في حياته ليشاركوه ويساعدوه في عملية البحث ثلاثة قرار الشراء يوازن العميل بين ايجابيات وسلبيات كل خيار امامه للشراء فعميل اليوم اكثر وعيا من السابق لذلك فهو يريد ان يقلل اكبر قدر من المخاطر ومن المهم ملاحظة بان العميل عندما يجمع المعلومات ليقرر الشراء تكون لديه العديد من الاسئلة والاعتراضات اربع قلق ما بعد الشراء بعد قرار الشراء تأتي مرحلة ما بعد الشراء ويشعر فيها العميل بعدم الراحة احيانا لانه يحتاج الى التطمين بان قراره كان صحيحا وكلما كان قرار الشراء صعبا ومعقدا ومكلفا او كانت البدائر المقترحة جذابة كلما كان قلق ما بعد الشراء اقوى واكثر اشتركوا في القناة